السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهر ده بازن الله نستعرض مع بعض برنامج من اقوى البرامج المجانية اللي بتستخدم في تصوير شاشة جهاز الكمبيوتر برنامج مجاني بالكامل يصلح لتصوير اه جميع شاشة الكمبيوتر او جزء من شاشة الكمبيوتر يصلح طبعا لتصوير الالعاب. لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. لما بشغل البرنامج بيزهر معي بالصورة اللي حضرك شايفها ديت. زي ما حضرك شايف كده اول حاجة اللي هي المنطقة. هنا بتختار اللي هي اما الشاشة ياما منطقة من الشاشة. هنا ممكن انت تختار جزء من الشاشة بتحدده. تمام? انا هختار طبعا كامل الشاشة. هنا بتحدد اللي هي الاصوات. تمام? اللي هو الميكروفون ومكبر الصوت. هنا لو حضرتك حابب تفتح اللي هو الكاميرا. وتبقى انت ظاهر في جزء من الشاشة. هنا بتختار جوضة التصوير. زي ما حضرك شايف كده. فيه طبعا خمسة وسبعين وخمسين وخمسة وعشرين. طبعا حضرك بتخليها على اللي هو مية. عشان لو كنت انت بتصور تصوير او بتوصل لدرجة هنا الفي بي اس. تمام? انا طبعا مختاره. اعلى حاجة. تمام? هنا حضرتك اه لو حابب تظهر بعض من الاعدادات والخيارات بتاع البرنامج. تمام? لو انا بقى حابب ان انا ابدأ عملية التصوير كل اللي انا هعمله هضغط على كلمة اه يبدأ. فهيبدأ يصور لي الشاشة بتاع جهاز الكمبيوتر بتاعي بدون ما يظهر البرنامج. تمام? هنبدأ نضغط على يبدأ زي ما حارك شايف كده. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين. مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج. طبعا هنتكلم النهاردة عن برنامج من اقوى البرامج اللي بتستخدم فيه تصوير شاشة سطح المكتب. لو حضرتك عجبك الفيديو. ارجو ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا. مرة تانية وحبينا نوقف الفيديو كل اللي انا هعمله طبعا الايكونة بتبقى ظهرة في شريط المهام. هبدأ اضغط على الايكونة. وهتبدأ اه تعمل عملية ايقاف لعملية التسجيل. تمام. طبعا زي ما حارك شايف كده الفيديو اللي احنا سجلناه ظهر عندنا تحت في البرنامج. لو انت حابب ان انت تشغله مباشرة هتضغط هنا. لو انت حابب ان انت تستعرض الملف هتضغط هنا. لو انا حابب بقى ان انا استعرض الملف اللي قمت بتصويره. هتروح رايح على المستندات الخاصة بك. تفتحها. تمام? وبعد كده نروح رايحين على ملفات الفيديو. زي ما حارك شايف كده ونفتح الفولدر ده. هنلاقي الملفات اللي احنا قمنا بتصويرها. طبعا مسكور عليها المساحة والوقت بتاع الملف. نيجي عند اهم خطوة في الفيديو هو ازاي هنحمل هذا التطبيق او هذا البرنامج. كل اللي انت هتعمله هتفتح اللي هو مطجر آآ ميكروسوفت. تمام كده هو. وتيجي تكتب في خانة البحث سيد تسجيل الشاشة. تضغط على بحث. وتنتظر. لحد ما يزهر معاك التطبيق بالصورة دية. تبدأ تضغط على الخيار ده. هيبدأ يفتح معاك اللي هو التطبيق. طبعا التطبيق مدعوم من ميكروسوفت. وتطبيق مجاني بالكامل. كل اللي انت هتعمله هتضغط هنا بقى على تسبيت. طبعا انا هنا ظاهر عندي فتح. لان انا طبعا آآ حملت البرنامج خلاص. لكن حضرك هيظهر عندك آآ تسبيت. تبدأ تضغط على كلمة تسبيت. وتنتظر لحديث ما يتم تسبيت البرنامج بتاعك على الكمبيوتر. هيبدأ يظهر معاك في قائمة البرامج بسطورة دية. زي ما حراك شايف كده ظاهر معايا اللي هو سيد تسجيل الشاشة. برنامج مجاني بالكامل. برنامج مدعوم من شركة برنامج خفيف جدا على جهاز الكمبيوتر ما بستهلكش اي من موارد الجهاز. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شي جديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته.